اشتركوا في القناة فإنه لا يقضر ضلال من ضل ولا يعني هذا أن الآية تسقط الأمر بالمعروف أنها المنكر فإن أبا بكر رضي الله عنه قام في الناس وقال إنكم تقرؤون هذه الآية يعني وتنزلونها على غير ما أرد الله يا أيها الذين آمنوا عليكم وفسكم ويأذبكم من ضل إذا احتديتم وإن سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الناس إذا رأوا منكر فلم يغيروه أو شكأ من أمهم الله بعقاب ولهذا جاءت الآية الكريمة مقيدة لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ومن الهداية أن تأمر من عروفتنا المنكر